متابعيني جميعاً على قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا نتكلم في الفترة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعي وفي بعض المصطلحات ممكن تكون بتثير اهتمامنا وخصوصاً وإحنا بنتعامل مع LLMS أو Large Language Models زي شا جي بي تي وجيميناي وكلود وغيرها يترى إيه أكتر مصطلح بنسمعه ويمكن الموضوع ده بيختلط علينا أو بيخلينا نفهم الموضوع ممكن في بعض الأحيان بشكل غلط لو ما عندناش فكرة عنه مصطلح زي التوكنز ال Input Tokens والOutput وكل ما هذا هنا بيقولك أن LLM أو Large Language Model بيتعامل مع توكنز أكتر طب أنت بتسأل نفسك يا ترى التوكنز دي عبارة عن هي عبارة عن Characters ولا عبارة عن Words كلمة بعينها يا ترى إيه هي التوكنز اللي بيتعامل معاها Large Language Model ناخد نموذج زي شا جي بي تي ك Large Language Model إن هو يفهم اللغة مش حاجة بسيطة إن أنت تكتب له كده plain text أو text عادي أو نص عادي هو مش بيتعامل مع نص كده زي ما أنت كاتبه له هو بياخد النص وبيتدي يقسمه إلى قطع أصغر القطع أصغر دي بيسميها التوكنز يعني مثلا لو إحنا جينا قلنا أو سألنا أريد أن تعطيني بعض الأفكار عن قناة يوتيوب أو قنوات يوتيوب حيبتدي يقسم النص ده إلى قطع أصغر بيسميها توكنز يقدر إن هو يتعامل معها يبقى إذن إحنا كده فهمنا إن Large Language Model بيتعامل مع التوكنز وليس مع النص النص ده اللي إحنا بنكتبه فلما أنت بتدخله المدخل اللي هو الجملة هو بياخده وبيقسمه وبيبتدي إن هو يعالجه علشان يتعامل معه ولما نقول إن Large Language Model ده بيتعامل مع 128k tokens 128000 tokens فإحنا هنقدر نقول إن هو بيقدر إن هو يفهم ويعالج هذا القدر من التوكنز مرة واحدة فلاسن تكون عارف كويس جدا إن هنا التوكنز مش معناها الكلمات اللي حضرتك بتدخلها ولكن له شكل آخر هنشوفه دلوقتي مع بعض بشكل عملي عشان كده عايزك في كل مرة بتتعامل فيها مع Large Language Model تعرف إنك إنت بتتعامل مع نموذج مختلف يعني بيحلل وبيقرأ كل اللي إنت بتدخله من خلال حاجة اسمها توكنز في حاجة تانية مهمة لازم تكون عارفها إن إنت لو حاولت إن إنت تدخل كميات كبيرة جدا من النص في بعض الأحيان هو ما بيقدرش أتعامل مع كميات كبيرة لو الحد زاد عن التوكنز اللي مسموح بي في حالة شات جي بي تي مثلا الأخير أو 4O مثلا 128k لو دخلت أكتر من كده هو مش هيقدر إن هو يعالج كل هذه الكمية اللي إنت دخلتها مرة واحدة معلومة بس بسيطة حابة إن أنا أقولها في بعض الناس لو بصت لي صورة زي اللي قدامك كده ممكن تبص تلاقي إن إنت التوكنز اللي بيتعامل معها شات جي بي تي فور أو يمكن أقل من بعض اللمس أو large language models الأخرى معنى كده ممكن تقولي طب إزاي في البعض بيتعامل مع 1 million to million أقل من كده شوية ولكن أكتر من جي بي تي فور هقولك إن الموضوع مش بس توكنز الموضوع كمان إن إمكانية إن هو يتعامل مع parameters فالتوكنز مش بس هي اللي بتحدد كفاءة اللم أو large language models لأن إنت لما بتدخل حاجة input وعشان يطلع لك output الimput ده بيمر من خلال لما بتحول لتوكنز بيمر من خلال layers أو طبقات كل طبقات دي ما زادت ما بين الimput والoutput كان التعامل مع التوكنز أفضل وأحسن والنتيجة النهائية بتكون effective فالموضوع مش بس توكنز الموضوع هو كيفية التعامل مع التوكنز ومع الparameters الموجودة زي الdot وزي الكاما وزي الpractice اللي هي الأقواس وكل ما هو ذلك يعني الفهم الأكبر لهذه التوكنز عشان يطلع لي نتيجة نهائية جيدة يعني كده ما تحكمش على LMS فقط بالتوكنز اللي يقدر أنه هو يتعامل معاه في عوامل أخرى بتحدد فعالية هذا اللM أو large language model تعالوا بقى بشكل عملي نختبر الموضوع ده على جي بي تي أكتر مع tokenizer من شات جي بي تي عشان نعرف بشكل عملي يعني إيه توكن ويعني إيه تكست يلا بي وعلشان نفهم الموضوع ده بشكل عملي تقدر تروح للرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو OpenAI بيتفاهمك بشكل عملي يعني إيه tokenizer من خلال الويت بيج اللي قدامنا دي أولا كده تعالوا نقول إن إحنا هنطبق الموضوع ده على جي بي تي 3.5 وجي بي تي 4 هو بيختلف من model التاني ولكن القاعدة الأساسية واحدة إيه هي القاعدة الأساسية؟ القاعدة الأساسية بتقول إن 100 tokens بيساوي تقريباً 75 كلمة خدت بالك أنا ما قلتش 100 كلمة 75 كلمة طب إزاي 100 tokens بيساوي 75 كلمة؟ ده اللي إحنا هنعرفه دلوقت طبعاً الموضوع ده إحنا هنطبقه بشكل عملي هنا اللغة الإنجليزية لإن هنا بيقولي 4 characters of text for common English text فهنطبقه باللغة الإنجليزية هنا مثلاً هقول I want to write a blog about AI هنلاقي وإحنا بنكتب كده في هنا حاجة اسمها tokens وحاجة اسمها characters وهنا الـ tokens المقصود بيها الرمز والـ characters اللي هي الكل حرف من دول لو أنت عديت كده ولازم تكون واخد بالك أن أنت كمان بيتم حساب الـ space من ضمن الـ characters لأن أنت دلوقتي لو عدتهم هتقولي مش 32 لأن الـ space كمان هنا أدي space وأدي space و space space كل الـ space دي بتتعد فهتلاقي عددهم 32 characters في الآخر لكن التوكنز أدي إيه؟ التوكنز 8 لو أنت بسيت حتلاقي مثلاً أن الـ I token والـ space اللي بعد الـ I want token والـ space والـ 2 token والـ space والـ right token والـ space والـ E token فهنا السملي البلين تيكست أو التيكست اللي قدامي أو نصي ده إلى tokens هو 32 characters ولكن 8 tokens ده المقصود بـ L tokens مش بس كده لو أنا روحت هنا دست على التيكست حال إيه ده تيكست لكن لو روحت دست على token ID بالمنظر ده هلاقي أن كل توكن له ID خاص بي يعني الـ I-358 الـ want 1390 هو بيتعامل مع الـ token IDs اللي انت شايفها هنا بالمنظر ده تعال بقى وليك حاجة تخيل كده الـ AI والـ A capital والـ I capital لو جيت كتبتهم سمول بالمنظر ده كده حتبص تلاقي إن الـ ID بتاعهم مختلف تماماً طب لو راجعت كمان قررت الـ AI مرة تانية حتلاقي إن هو التوكن بتاعه زي الـ AI اللي قبل كده فإذن هنا لو انت خدت بالك حتلاقي إن كل توكن له ID خاص بي ولكن الـ capital حاجة والـ small حاجة ده اللي بيتعامل معاه الـ LLM تقدر تروح تجرب من خلال الرابط الموجود في الوصفة أسفل فيديو بشكل عملي وبشكل مجاني جداً فيش أي مشكلة ومن غير كمان ما تسجل في الـ platform وتجرب الجزء المتعلق بالـ tokens والـ characters عشان تفهم بشكل عملي يعني إيه توكن أتمنى تكونوا استفدتوا من معلومة النهار ده معلومة صغيرة ولكنها مهمة بما إن إحنا بنتعامل مع الـ large language models كل يوم لازم نفهم شوية مصطلحات مهمة علشان نقدر نتعرف على كل LLM إيه إمكانياته وهرجع ثانية أقولك ما تحكمش على كفاءة الـ large language models بكمية الـ tokens اللي ممكن هو يتعامل معاها مرة واحدة لأن في عوامل أخرى كتيرة هي اللي بتتحكم أيضاً في الـ efficiency أو في الكفاءة الخاصة بالنتيجة اللي أنت بتحصل عليها أو الـ output في الآخر أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهار ده زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سابسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله حتلاقي حاجات كتيرة جداً تفيدك في القناة لو خدت فيها جولة سريعة ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته